ليش نديت علي؟ شو مالك بتاعك هي معاي مرلوس وخشو ما يكفدون نفس؟ شو الجصة؟ أحياناً الواحد بطبخ الطبخة بإيده بستمتين كشف صعب يرجع يا كردنا خير، ليش نديتني؟ يا سبحان الله في ناس لو تضويلهم أصابعك اللي عشرة شمعك وتطفي واحدة بنسى التسعة الضويل بحسبك على طفات أي فكين حد برضو مش فاهم إيش أصلك وفكرتك ما دخلت راصية موسيقى اسمعيني كويس يا عزة انت عارفة منيح اني رضيت منك بالقليل مجبلت بهالبنت وبهالولدي اللي لا لا السدة ولا الهد ولا عمره رح يحمل اسميه وعشت معاك عمري كله وأنا مدللك وبيدي الرضاكي وفي الآخر على شغلة تافهة بسيطة روح تركات تحكي لأبوكي ما في دخان من غير نار انت من يوم ما رح نزرنا اللي ما تتسمى بلقيس وانت تغيرت حتى نظرتك إيلي تغيرت تغيرت كيف يعني مش فهم؟ خليني أكمل كلامي جلاد أنا معنديش مشكلة تتجوز بلقيس غير بلقيس أستاذي متعرف إشي واحد هذا البيت أنا اللي عملته بفلوسي ومعنديش مشكلة مين ما بدك جيبي عيش فيه بس بشرط أنا وبنتي بدنا نرجع نهيش في المدينة كملت كلامك؟ لا لسه ما كملت لسه في إشي مهم بدي أقوله بطل، قولي انت يا جلاد لما إجيت خطبتني وأنا وفقت وأبوي وافق دعمتك بكل ما أتيت من قوة وطلبت من أبوي ساعدك ويوقف معك مادياً ومعنوياً لغاية ما صرت رجل ملوه دومك وصرت جلاد بك اللي الناس بتعرفوا أنا طغول عمري يا رجل انت عارفة أنا جلادي عزا جلاد أكلت رجال بسناني وما اللي ثوين لكن إذا كنتي حابة تعملي مشكلة عشان شغلة تافة ومس صحيحة بتصور يعني ما كان في داعي أبداً للكلام اللي حكيتين الصح بوجه وأنت بالذات بتحبش تصنع الصح أنا بقول خلينا نطلع الصفحة وبلا ما تكون حجر عثر بيننا وأنا مستعدة والصفحة بس بشرط أنا وبنتي بنرجع نعيش في المدينة كيف تعيشوا في المدينة؟ أنا اتفكت مع أبوكي أفتح عيادة لغسون هون وين بيكس فلاي عشم إبليس في الجنة غسون ما رح تفتح عيادة بالقرية غسون مكانها بالمدينة أنا مبرد أخذ الكلام أنا بدي أسمعه من غسون نفسها رحي ناديها وإذا حكت هذا الكلام أنا مستعد من بكرة رحيلكوا على المدينة موسيقى